كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ذات الأهمية البالغة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مصر وخلال جولته بقرية فارس في كومومبو تفقد مدبولي عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة ومن بينها مشروع محطة الصرف الصحي المتكامل ومشروع لوحة توزيع الكهرباء ومجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي وأحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات سكن كريم بقرية فارس